اشتركوا في القناة فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إئذني له الشهادة هذا شهادة هل نداء للنساء ما ترضعي حتى تأخذي إذن حتى ما تفوتي الحابل بالنابل وإن كنت مضطرة وأرضعتي فأشهدي أنه أنا أرضعت مين فلان هاي ما لا عرفاني نعائي شيء سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح لا سبحان الله حكيت لكم مبارح النساء شو كانوا مجغولين كانوا مجغولين بيعني تربية الأولاد كل واحدة عندها خمسة وسبعة ما كانت تعرف الأم إلا التربية والإرضاع والإطعام وحط واحد هون هلأ نحن عم نحكي عن شغلة مو من أولادهم يعني مو ابن ألبة مو ابن دمها ومع ذلك ترضيعهم هلأ نحن هذا الزمن غريب يمكن في بعض الأحيان قد يمكن تجد أنه يعني مخلوق من مخلوقات الله أحن على ولده من أم على أولادها تتركه يبكي هذا الله عز وجل بعت لك يا هدية لك فيه ناس فيه ناس عم يروحوا ويعملوا هدول اللي شو اسمه الطفل الأنبوب وكذا وليك ما عم يرزقوا الله بعت لك الولد فكانت تحمل هنا وتحمل هنا ويمكن يعني ترضع يعني طفل وطفلين وثلاث بحان الله تغيري ذات الدنيا تغيرت كانت مشغولة بإيش بالتربية لذلك ما همى غير زوجها وأولادها دول أملها في الحياة هالي هون تخرج الرضعة والرضعتان والله مثل ما بقولوا تسكيتة جوع رضعة هاي ما بيقول لك رضعته فلان شو رضعته رضعته مرة هذه لا تجعلها أما في الرضع أبدا بدأ شغلة معتادة سبحان الله لما يشرب من من إيش من حليبها ينتمي إليها مرة بعدين شو الرضعات حكينا مبارح أول شي دون السنتين كان الواحد سنتين يفطمو والأم يكون سنتين وحليب حليب كانت الأم شو عم تاكل أندومي عم تاكل الأم شو بدأ تطليع كانت تاكل المدللة يعرفوها أخوان الكرام المدللة اللحمة الهبر يقولوا لها ويجيبوا لها إيش التمر التمر بيدر سبحان الله طعموها الجوز واللوز هلأ شو عم تاكل شاور ما شيبس أيوة هذا ما بيجيب أرضاع أو لا بيجيب أسأل الله السلامة تمر وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية هاي المرأة اللي في المخاض شو بدأ بدأ تمر بدأ رطب مع أنه هلأ كيلو رطب وكيلو حلو قدش حقون كيلو رطب أحسن كيلو رطب حقو عشتلا فليرا كيلو الحلو حقو سبعين الف بس أليس منكم رجل رشيد وين سبحان الله فالرضعة والرضعتان رضعة ورضعتين وبعدين الخمسة رضعات يجب أن تكون مشبعات تجيك حتى يهدى وينام ويكن وكذا وهي متى ما كان دون السنتين وخمس رضعات ومشبعات هاي صارت إيش مثل أعطيكم قاعدة مع ذلك أنا البارحة قلت لكم تسأل قالوا والله من نسأل فاسألوا أهل الذكري كنتم لا تعلمون نشوف أنه هل يسري هذا الذي تقوله ما بعرف سيدنا مالك ابن أنس يقولوا أيفتى ومالك في المدينة ما ممكن أنه حديفتي فتوى وسيدنا مالك موجود جاء إليه إنسان سأله عن ثلاثة عشر مسألة فأجاب عن سبعة منها والباقي قال له لا أعلم قال له مالك ابن أنس لا يعلم قال له اذهب وحدث الناس أن مالك ابن أنس لا يعلم لا يعلم لا يعلم نصف العلم لا يعلم ليس كل واحد مسألة طالما قال له أريد أن أتحدث والله اسأل مختص واحد معه مشكلة طبية وعم يقول لك أنه مثلا عم يجيء وجع كل ربع ساعة وكذا وما عم يروح وكذا يوم يومين وثلاثة واربعة بتظل لك على السيتامول ولا في شغلة مطبيعية بتروح لعند دكتور عينية بقول لك أخي أنا والله هذا مو اختصاصي بدك تروح لعند إيش هضمية أو داخلية كل إنسان يحترم اختصاصه أخوان الكرام ونداء أساتستنا الكرام هذا موضوع بده تخصص مو كل الأئمة والخطباء هل أنا بفحصوا الأئمة والخطباء شو بيفحصوهون بأحكام العبادات إيش العبادات الصلاة والوضوء بسألوا سؤال عن الصيام أما هذا بحث تخصصي يكون الناس مختصين متعمقين في العلم نجيين له والله أنا هيك 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 وهيك قالت أمي إنه هي رضعت فلانة هل كان عمرها نشوف جيبوا ذلك البارح حكيت لكم إذا كان هون القصة القصة اللي هون بالبداية يعني قد تكون سهلة قد قد تكون سهلة لكن وين الصعبة صور أنه واحد متزوج وقالوله هاي كانت إيش اختك من الرضاع يا ربي دخيل أنا شايفها أنا شايفها شخصي عند أولاد بدأ يتركها ما يجوز هون هذا بلاء بلاء لا حوله ولا قوة إلا بالله مر معي قصة بس بغير بهالأزمة هاي إنساني عساس إنه زوجها ميت خلاص واخدت قرار محكمة ومدري إيش وكذا وهي تزوجت عنده ولدين تزوجت وجاها ولاد وقام طلع زوجها من السجن يا لطيف يا لطيف على هذا البلاء هلا أعطيكم الحكم الشرعي الحكم الشرعي خلاص طلقت بالقرار الرسمي ما دام أنه ضلت أربع سنين وطلق القاضي وين القلب وين العقل وين العاطفة وين الأبوة بالنسبة هذا بلاء يلي ما عنده إيمان وما عنده إدراك بيروح بارتكب جريمة هاي يجا قالوا لها إنه هذا زوجك طلع أو كذا عفوا إنه هذا طلع مثلا أخوك بيمن الرضاع كذا أو أبن أخوك أو أبن أختك وجاب شهود ونداء نحن بأزمة صار في عنا ناس مالون إيش مالون آباء نحن هي مخلفات الحروب أجو الله إيش رضعته هاي إذا رضعته كمان هل إذا رضعته نص وحدة بتصير أمه من الرضاع وراح وسجلوا على إيش هل بتضل إيش إنه هي أمه من الرضاع بس مش أمه من النسب ولا يحق له أن يريث وإذا كان من فوق السنتين عمره فوق السنتين وإجي تحططه مع مين مع بنتها هذا غريب هذا غريب إنسان غريب الناس ما عم تعرف الدين ولا عم تعرف الأخلاق ولا والله يا أخوان الكرام أنا عم شوف أنه يعني نحن صحيح البلد يحتاج إلى إلى نهضة وإلى بنيان وإلى أنه يعني شلو من العمر هيك ما هدم وكذا أنا بقول هاي شغلة سهلة هاي الله بيبعث وكذا وهي وفي صار زلازل وهي المشكلة بالإنسان المشكلة بالإنسان اللي 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 هو تضعضع الإنسان اللي تضعضع وين الأخلاق شوم تتبنى الأخلاق كل يوم عندي قصص وحكاية في مركز قيام وديعوا ديك يساويلي شيء أربع خمس كتب أنفع الأمة فيها هدول عالآنين وهدول وارتما عم تتوزع وهدول عاقين لأمهم وهدول تبيعوا البيت وطلعوا أمهم وهدول يا الله طيب وهدول كله جماعة الجامع كلهم ملتزمين وحجاب هلما ما نحكي برا هدول اللي اللي بيسهروا وما بيجوا لصلاة الفجر واللي قاعدين ضايعين صلى الله السلام لذلك أخوان الكرام قال مسألة لو إنسان طل زوجته حامل وطلقها تمام وولدت والعدة تبعا قديش خلاص ما عد في عد بالولادة وكانت قد يعني أرضعت يعني هي ب قبل ما أنه يعني يرمي عليها اليمين أنه أرضعت فلان بعدين انقضى عراء الزوجية بإيش بالطلاق بدأت تروح تقول له أنه أنا أرضعت فلان ما بيصير لأنه أنت صرت أبو لذلك بيقولوا لبن للفحل مين الفحل صعبه أبو المرأة إنت بيجيها الحليب سبحان الله لما تحمل وتوضع سبحان الله بيصير عندها عنده رغبة هي هي رغبة سبحان الله رباني على الإرضاع تايب تضم تسر تطور ولا الرجل الرجل ما لو الرجل قال له لا تجي بيلي حتى يصير عمره تسع شهور يحبو ما ما بيطيق هذه العملية اللي هي البكاء والأي في ناس يروح بحط فرش لحاله ما يستطيع سبحان الله وفي ناس حنائين لذلك نبي عليه صلى الله صلى الله وقال صدق أفلح إئذني له هذا شو أبوك من الرضاع خالوك من الرضاع وكذا والرضاع الرضاع ما في نساب وما في إرث نساب اللي هو نساب خاص يحرم من الرضاع ما يحرم من النساب أما ما في نساب مو معناته أنه أخوك يعني أنت رضعت من فلاني أنه أخوك يعني يكون كما تكون وأنت لا تلك محمد رضع من خديجة تمام خديجة أمه زوج خديجة أبوه أولاد خديجة أخوته أخت خديجة إيش خالته كله أما هلأ محمد له أخ اسمه تحسين تحسين ما له علاقة بالقصة كله ياته أبداً خارج المنظومة و permit له أخ أسمه خالد خارج خارج المنظومة وأخ له اسمه سعيد خارج المنظومة تمام هذا الأم هل لها بر لها بر لكن هل هي نفس الأم لا تكرمها تزورها كالنبي حليمة السعودية وغيرها يعني أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أرضعات النبي عليه الصلاة والسلام وكان كان خير واجد. والله يا أخوانا الكرام كان خير واجد كانت كانت الأم بستر وبيعافية بشان هيك أنه الخير كان كبير هلا نسأل الله السلامة والله يعني يعني هلا المرأة عميشة في حليبة من أول هزيت بدن بيزل ليا إيش وما نافذ المصائب التي تأتي على إيش البشرية. وأنا نصيحتي للأمهات كلي وتغذي وأرضعي الولد هذا لما يقوى بنيانه هشاشة عظام أمراض وأسقام ما عرفناها وما سمعنا بها ليش شو يسير لها كشو مي وخلطة يمكن عمو الطعمي كمان شو ربيت أندومي ونسأل الله السلامة لذلك قال سألت ذلك رسول الله فقال صدق أفلح إئذني له أنا بنصح كل موضوع يتعلق بالرضاع بالزاد شوفوا الرضاع والإرث ما حدا يفتي فيون يعني هذول الشغلة يعني يعني كثير 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 استثنائيين لو كنت بتعرف لأنه هذول المعلومات دغري يعني بدي واحد متخصص ومتعمق شون الدكتور لما عمق وبيعرف على الدكتور الجراح يعني على على لما بدأ يجراح مشان يفوت لل يعني مثلا يستأصل الزايدة أو المرارة هذا إذا صنطي زيادة بيعمل مشكلة تجي تقول له هيك والله مين قال لي فلان ما احترامي لك أنت إمام مسجد وكذا بس ما لك متخصص كل إمام مسجد هو إنسان متخصص يمكن طالب علم معه هيك بكالوريا شرعية وكذا وهي أجل وسألوك قال له والله لا أسأل أهل العلم هيك الله قال فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلموا شيء سبحان الله هذا بحرام هذا بتحل هون رضعتين هون مشبعات هون فوق السنتين تمام أخوانا الكرام الله يباركنا فيكم الله يدفينا بالتقوى بالإيمان وارزقنا حب الصالحين وحب العلم الإنسان بده يجاهد نفسه ليتعلم شايفين البحث الرضاع هذا بكي بصر صار عندك هلا قاعدة يعني هلا أنت صرت ستين سبعين بالمئة أستاذ صافي أنا كيك تتخصص أنا منصحكم هلا البرامج عاملين برامج بمركز قيم يعني برامج بالفقه برنامج بالفقه الدكتور بسام الحمزوي برنامج بالسيري برنامج بالعقيدة حيبال شو بأول شهر وطنعش فوت متى ما أنت فتت وعطوك شهادة هلا صرت لي متخصص مثل اللي بدروس ست سنين طب هلا بدك شغلي أكبر من هيك بدك تعمل لك بورد وتخصص وسلام على المرسلين ربنا تقبل منا نمش 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 نم